نعم الآن نحن نتواجد في بلدة مجد الشمس بالجولان السوري المحتل وبجانبنا القاعة الرياضية أو الملعب الرياضي الذي تم استهدافه يوجد تواجد أمني مكثف يمكن أن نقول أن هناك زيارة لشخصية بارزة ولم يتم التصريح حتى الآن عن هذه الشخصية وتم منعنا من التصوير وتغيير زاوية التصوير يمكن أن نقول أن موقع والله الإسرائيلي صباحا هذا اليوم قال أن رئاسة الأركان والبحرية الإسرائيلية وأيضا طيران أو سلاح الجو الإسرائيلي يستعد للهجوم على مواقع استراتيجية في لبنان وخاصة بعد بيان رئاسة الوزراء الإسرائيلية الذي أكد على أن تفويض المجلس لكل من بين يمين نتنياهو ووزير جيشه حول طبيعة الرد التي ستكون على هذا الهجوم الذي استهدف بلدة مجد الشمس وكذلك الأمر حول توقيت وموعد هذا الهجوم وهنا إشارة إلى أنه لن يكون بالوقت القريب بحسب مراقبين ولكن التأكيدات بوسائل الإعلام الإسرائيلية ومن محللين عسكريين من أن الرد سيكون قوي ومهم على مواقع لحزب الله بعكس ما كان يصرح به من قبل المحللين بوسائل الإعلام الإسرائيلية من أن الرد سيكون على بنى تحتية للدولة اللبنانية وذهبت التحليلات إلى أنها من الممكن أن يتم استهداف مطار رفيق الحريري في بيروت والتصريحات من قبل وزراء إسرائيليين قبل إصدار بيان رئاسة الوزراء من أن الرد سيكون على مناطق للدولة اللبنانية ولكن الآن تم توضيح الهدف وهو مواقع لحزب الله في جنوب لبنان أو ربما يكون في العمق اللبناني والتقديرات من أنه ستكون هناك تكثيف للضربات وتوسيع الجغرافي الضربات أو من الممكن أن يكون هناك استهداف واختيال لشخصية بارزة ووازنة من حزب الله حتى الآن الرد الإسرائيلي من غير الواضح كيف سيكون ولكن هذه هي التحليلات بقراءة سريعة لوسائل الإعلام الإسرائيلي الجدير ذكره أيضا صباحا هذا اليوم الجيش الإسرائيلي أصدر بيان قال إن الهدف من هذا الهجوم كان يراد منه استهداف قاعدة عسكرية في الجولان السوري المحتل ولكنه سقط بالخطأ على مجد الشمس وهذا بيان ربما يخفف من وطأة الحدث الذي إدراح ضحية من أصدر هذا البيان؟ من أصدر هذا البيان؟ الجيش الإسرائيلي صباحا هذا اليوم أصدر بيان قال فيه إن تقديرات الجيش الإسرائيلي تشير إلى أن الهدف كان على قاعدة عسكرية بالجولان ولأن الحديث كان في وقت سابق من أن الصاروخ هو فلق واحد بحسب ما صرحت به أو صرح بها الجيش الإسرائيلي ولأن هذا الصاروخ غير دقيق وغير مستقر في مساره فإنه سقط عن طريق الخطأ في مجد الشمس هبة هل بالإمكان أن نشاهد بما يسمح لك من زوايا التصوير المنطقة من حولك وأضرار الهجوم عليها؟ وإن رشحت أي معلومات عن من هو المسؤول الذي سيزور المنطقة المستهدفة اليوم من المتوقع؟ من الواضح نعم من المتوقع أن يكون رئيس الدولة هيرتسوغ لأنه تم رفض لقاء أهالي مجد الشمس لرئيس الوزراء بين يمين نتنيون الذي كان من المتوقع أن يصل غدا ولكن التقديرات بحسب ما نسمع يمكن أن نقول أنه رئيس الدولة ولكن حتى الآن لا يوجد تصريح حتى أننا سألنا ولم يكون هناك استجابة لمن وهذه الشخصية يمكن أطلب من المصور أن أصور قليلا بما يسمح لنا هنا حدث هذا الهجوم بهذه المنطقة وهنا يمكن مكان الصاروخ الذي سقط على الملعب الرياضي في مجد الشمس والذي رحى ضحيته صباح اليوم أكدوا أن هناك أن الطفل آخر أعلن عن وفاته وليرتفع عدد الضحايا إلى 13 طفلا ويافعا من سكان بلدة مجد الشمس والتي هي بلدة سورية محتلة منذ عام 67 والجدر ذكره أيضا من أن سكان هذه البلدة غاضبون جدا من أن الدفاعات الجوية لم تسقط هذا الصاروخ على الرغم من أن هناك صواريخ 30 صاروخا على سبيل المثال استهدف مدينة كرياتشموني بما يسمى بإصبع الجليل ولم يتم إسقاط الصاروخ على مجد الشمس بينما 30 صاروخا أسقطته الدفاعات الجوية الذي كان يستهدف مدينة كرياتشموني لذلك هناك بما أن إسرائيل تسيطر على هذه المنطقة فأهالي الجولان يقولون أن الواجب الأمني هو حماية سكان أهالي البلدات على اليسار أيضا في الجولان السوري والتي يتكون عددهم ثلاثة نعم على يسارنا وعلى يمينك أيضا كانت هناك أليات محترقة أو ألعاب للأطفال دراجات نارية إن كان بالإمكان أن نشاهدها للضحايا الذين سقطوا في هذا الهجوم إن كان بالأمكان للزميل المصور أن يرينا إياها مرة أخرى نعم نطلب من المصور أن يصور الأثار هذا الصاروخ وهو حسب الادعاء الإسرائيلي من أنه صاروخ فلق واحد وهو إيراني الصنع وكانت نشر صور تقارن بين شضايا هذا الصاروخ وبين صاروخ فلق واحد وهذا الصاروخ غير دقيق كما أشرنا وهو غير مستقر بمصاره لذلك الاعتقاد وبحسب بيان الجيش الإسرائيلي الأخير من أنه كان يراد من هذا الصاروخ استهداف قاعدة عسكرية إسرائيلية في الجولان لكنه سقط عن طريق الخطأ في مجد الشمس وطبعا حزب الله نفع في بيان أنه هو المستهدف لهذه البلدة والأهالي مجد الشمس لا يسلمون بالرواية الإسرائيلية ويردون توضيحات ويطالبون بتوضيحات كيف سقط هذا الصاروخ على مجد الشمس وبالبداية كان الحديث عن أنه من الممكن أن يكون صواريخ اعتراض كان أطلقت من جبل الشيخ الذي هو يعني مقابل هذه البلدة ولكن حتى الآن من غير الواضح